أهلاً ومرحباً بالجميع سنقدم لكم في هذا المقطع أغرب عشرة أسلحة عسكرية في العالم عشرة تم تطويره من قبل ألمانيا لتحطيم القلاع الفرنسية الموجودة على خط الماجينو المدفع العملاق جيفرير كوستاف إنه أكبر سلاح مدفعية تم استخدامه في معركة سلاح يتحرك على عربة مثل عربات السكك الحديدية ويمكن نظرياً نقله لأي مكان تريده يمكنه إطلاق قذيفة بوزن ثمانية أطنان لمسافة سبعة آلاف متر وقد احتاج طاقم من ألفين وخمسمائة رجل لتركيبه ويمكنه إطلاق أربع عشرة تلقة يومياً واحتاج ساعة إلا ربع لإعادة تلقيمة تم بداء اثنين منه واحد فقط تم استخدامه لإطلاق القذائف وتم تدمير الاثنين الآخرين لحمايتهم من السقوط في أيدي الأعداء تسعة بينما كانت الكلاب أمراً معتاداً لاستخدامها في الحروب للبحث عن القنابل فهنا قام الجيش ببناء الروبودات المأخوذة من فكرة الكلاب تعرف على الكلب الكبير كلب آلي تم بنائه من قبل شركة بولستون دايناميكس ويمكنه صعود تلال عالية وهو يحمل أوزاناً ثقيلة صوته مزعج كطنين النحل وشكل جسده لا يجعلك تشعر أنه كلب أصلاً وهو ليس سريعاً أيضاً كالكلاب ولكن الهدف من مثل هذا الآلي ذي المائة وتسعة كيلوغرامات ليس أن يكون هادئاً أو سريعاً بل إنه يحمل أوزاناً ومعدات يصل وزنها إلى خمسة وأربعين كيلوغراماً وبذلك لا يضطر الجنود إلى حمل أثقالهم ولكن عام 2015 علن الجيش رفضه للفكرة بسبب الحجم والضوضاء الناتجة عنه مما يجعله يتسبب في كشف موقع الجنود للعدو ثمانية في الحرب العالمية الثانية كان لدى البحرية الأمريكية فكرة رائعة وهي تدريب الخففيش إلى تلقي القنابل بدلاً من البشر طبيب أسنان من بانسلفانيا هو أول من قدم الفكرة مستلهماً إياها من الكهوف التي تتواجد بها الخففيش في كارلس بات كافرنست في نيوم مكسيكو الفكرة أن تمتلئ الخففيش بالمتفجرات ثم دربهم على الوصول لموقع الأهداف بواسطة تردد الصوت بينما استخدم الجيش آلافاً من الخففيش في التجارب رفضت السلطات الفكرة عندما ظهر أن فكرة القنبلة الزرية واعدة أكثر لم تكن الخففيش هي الحيوانات الوحيدة التي تم استخدامها في الحروب فهناك مشروع آخر عرف بمشروع الحمام تم العمل عليه لإنشاء قنبلة يتم توجيهها بواسطة الحمام تم تدريب الحمام باستخدام أجهزة خاصة حيث يتم مشاهدة الهدف بواسطة شاشة مثبتة على الحمام ثم تسقط الحمامات على الهدف المرقوب عندما يتم الوصول إليه تم رفض البرنامج عام 1944 ومن ثم أعادته مرة أخرى عام 1948 باسم المشروع أوركو ولكن في النهاية تبين أن برنامج التوجيه الإلكتروني أكثر قيمة من التوجيه باستخدام الحمام حتى الاتحاد السوفيتي كان مهدما باستغلال الحيوانات من أجل الحرب والحيوان المستخدم هنا هو الدلافين هذا المشروع الذي تم تطويره عام 1960 كان يهدف إلى تدريب الدلافين للبحث عن الرؤوس النووية المغمورة تحت سطح الماء أو الأغراض الأخرى لكن روسيا ليست البلد الوحيد الذي درب الدلافين من أجل الحرب فالولايات المتحدة كان لديها أيضا برنامج التدريب الخاص بها ولكن بالطبع لم يتم تدريبهم على حمل السلاح لأن هذه الكائنات الضريفة لا تمتلك القدرة على التمييز بين جنود العدو أو الأصدقاء في عام 2007 وقعت البحرية الأمريكية عقدا مع شركة تسمى إن فيكون لتطوير سلاح يستخدم موجات الراديو للتأثير على حاسة السمع والتوازن عند الإنسان أي شخص يتم إطلاق السلاح عليه والمسمى بسلاح القيء يصيبه على الفور باختلال في التوازن والشعور بالتعب والرغبة في التقيئ على عكس باقي الأسلحة على قائمتنا تم اعتبار سلاح القيء سلاحا غير قاتل بل هو يجعل الآخرين أشعرون بالتعب ويمنح كليات العليا على العدو ومثل باقي الأسلحة في هذه القائمة هذا السلاح كان نقطة الوصل بين الخيال العلمي والحقيقة في عام 2005 أكد البنتاجون أن القادة العسكريين مهتمون بسلاح كيميائي يجعل جماعات العدو لا يقوم أفرادها بعضهم الوعد جنسيا معمل القوات الجوية تلقى ما يعادل 7.5 ملايين دولار عام 1994 لإنتاج سلاح يعزز إنتاج هرمون موجود في الجسد بصورة منخفضة لكن عندما تنفسه الجنود أو امتصته جلودهم اتضح أنهم أصبحوا لا يقاومون بعضهم البعض الجنسيا بالطبع اعتبر الكثيرون أن هذه الفكرة مهينة وغير عملية وتم إيقافها 3. عندما يتعلق الأمر بالأسلحة فإنما لا يقتلك قد يؤذيك ابتكر الجيش الأمريكي سلاحا غير قاتل يسمى نظام الإنكار النشط مختصرا كان اسمه شعاع الألم هذه الأشعة تصدم الناس بموجات الراديو متسببة في تسخين الأنسجة وينتج عنها حرق مؤلم والغرض منع الأشخاص المشكوك في أمرهم من الاقتراب من القاعدة العسكرية دون الحاجة إلى القتل حاليا يتم تثبيت الجهاز على العربات الحربية ولكن تأمل العسكرية الأمريكية في القيام بتصغير حجم الجهاز 2. لماذا تصيب الناس بمكذوفات هوائية بينما يمكنك التغلب عليهم بصاروخ يعمل بفكرة احتراق الوقود هذا هو الهدف من الجيروجيت كاربين والذي تمت صناعته عام 1960 بدلا من غاز مضغوط عادي والذي كان موجودا في أسلحة الأطلاق ولكن الجيروجيت مصنوع من غاز أخف وزنا ولا يحتاج إلى خراطيش مضغوطة من أجل الغاز المضغوط هذا السلاح يطلق صواريخ تحرق وقودها بينما تخترق المصورة وتصبح أسرع ما يكون بعدما تخرج من المصورة ولكن للأسف هذه الأسلحة لم تكن دقيقة ولم تنجح بصورة تجارية 1. تم تصميمه كطريقة لمنع وإيقاف الغزو السوفيتي لألمانيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية مشروع التووص الأزرق تضمن زراعة ألغام نووية في الأرض الألمانية الشمالية ولكن يجب إبقاء الألغام دافئة لمنع انفجارها التلقائي وقد توصل المهندسون الإنجليزيون لطريقة غريبة لفعل هذا وهي الدجاج يجعلون الدجاج يجلس على الإلغام ليقوم بتدفئة وحماية ألمانيا من الانفجار ولكن هذه الطريقة ظهرت فيها العديد من المشكلات منها أن الدجاج لم يعج طويلا وأنه لا يثبت في مكانه شكرا لكم للمشاهدة نراكم في مقطع مقبل إلى اللقاء شكرا لكم